مستدام لإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الوزراء ضيوف مصر الكرام السيدة سفراء الدول الحضور السيدة مسؤولي من مؤسسات التمويل السيدة رؤساء اتحادات المقاولين السيدة رؤساء الشركات العاملة في قطاع التشهيد والبناء والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا في دورة جديدة من ملتقى بنات مصر الذي يؤكد عاما بعد آخر أهميته في طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع دولنا واسمحوا لي في البداية أن أشيد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولة التشهيد والبناء حيث جدد الاتحاد الأفريقي خلال الجلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 18 يونيو أفتق في مصر رئيسا للاتحاد في دورته الجديدة وأتوجه بالشكر والتهنئة للسيد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة والتي كانت محل إشادة من السيد الأعضاء والذين أثنوا في الوقت نفسه على دور مصر الريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره واستضافته لاجتماعات الأعضاء الحضور الكرام إن التجربة المصرية التنموية في السنوات الثماني الأخيرة تستحق أن تروى لما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات إن مصر وهي تستكمل خطتها التنموية في المحاور المتعددة تضع في الوقت نفسه خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية وكما ساندت مصر أشقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر تقف الآن بجوارهم يداً بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مروراً بقطاع الطاقة ووصولاً إلى قطاع التحول الرقمي خطت مصر خلال السنوات الثماني الماضية خطوات واسعة في هذه الملفات جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طي النسيان ففي مجال الإسكان استطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة التي ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة مطمئنة بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التي يستحقونها كما حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيزها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاماً بعد آخر واستطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيز 15 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية ومثلها تقريباً يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي أما في ملف النقل والطرق فهو يعد هذا الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة وهو الملف الذي أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة من المشروع القومي للطرق إلى مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومتر الأنفاق يقف هذا القطع شاهداً على إنجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة جنس للأرقام القياسية ناهيك عن دورها في تيسير نقل المواطنين والبضائع وتمهيد الطريق نحو ضخ الاستثمارات ومن ثم توفير فرص عمل جديدة لشباب مصر أما المعجزة التي تحدث ويتحدث عنها العالم فهي ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع التي أصبحت تتمتع بفائد يؤهلها لتصديره إلى دول الجوار السيدة الحضور تنفذ مصر حاليا المشروع الأهم في تاريخها أو مشروع القرن كما يسميه الكثيرون وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة فهو المشروع الأضخم تمويلا والأعلى من حيث عدد المستفيدين حيث يستفيد به نحو ستين مليون مصري كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرا حيث يحدث نقل نوعية في حياة سكان قرانة المصرية ويدخل بقرانة إلى مرحلة لم تشهدها سابقا هذا المشروع الذي يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات سيصبح نموذج جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدود الدخل عانت على مر السنين وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذي نصب إليه جميعا في سيمفونية من البزل والعطاء يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري الحضور الكرام تمتلك مصر حاليا دخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفزون مشروعات عملاقة في الدول الأفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد الرئيس جوليوس نيريري على نهر روفيجي في تنزانيا وهو المشروع الذي يحظى بمتابعة حثيثة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية كما تنفز شركاتنا الكبرى ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية ومن هنا تأتي أهمية هذا الملطقة الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء ليلقي الدوء على ما تحتاجه دولنا الأفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات يمكننا من مشاركتها لتحقيقة محاط شبع بنا في التنمية والرخار السيد الحضور وإنني إذ أرحب بكم في على أرض مصر أتمنى لكم مناقشات مفيدة واتفاقات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية لبلادنا وأكرر في ختام كلمتي أن مكاتبنا الاستشارية وشركاتنا المصرية على استعدادٍ تام لتنفيذ مختلف المشروعات في دولنا الأفريقية والعربية في التوقيتات المحددة وبالجودة العالمية المطلوبة وهذا توجيه مواضح من القيادة السياسية التي تضع التعاون مع أشقائنا في هذه الدول على أولوية أجندتها وفققوا الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة